أيها الأحباب الكرام سؤال يتردد بين الكثير من الناس ما حكم الشريعة الإسلامية في من مات في الزلازل أو في الفيضانات أو في البركين أو في غيرها من الكوارث الطبيعية الذي مات بهذه الكوارث ويسمى شهيدا لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل ما تعدون الشهيد في أمتي قالوا الشهيد في أمتك من جاهد لإعلاء كلمة الله أي تكون كلمة الله هي العليا مات في ساحة المعركة مقبلا غير مدبر فقال صلى الله عليه وسلم إذن فالشهداء من أمتي قليل ثم قال الشهيد من أمتي هناك منهم الغريق من غرق في البحر أو في اليم يسمى شهيد ومن وقع له الردم كما في الزلزال يسمى شهيد ومن سقط من علم من مرتفع أو من عمارة يسمى شهيد